أود أن أبين أخواني العزاء أنه الحكومة قبل عطلة العيد قدمت تقرير نصف السنوي الأول للستة أشهر حول تنفيذ البرنامج الحكومي وأقر في مجلس الوزراء وفي ملاحظات وتوصيات وإن شاء الله تعالج حتى نصل إلى تنفيذ كامل المستهدفات أيضا قررت الموازنة موازنة ثلاثية لثلاث سنوات 2023 2024 2025 بالتأكيد هذه فرصة لا تعوض للسادة المحافظين أن يستثمروا هذه الموازنة بالاتجاه الصحيح نحو إكمال البنى التحتية في عموم أرجاء محافظاتنا العزيزة يكفي هذا الوقت الطويل الذي انتظر فيه البواطن أن يتنعم بخدمات أساسية لا تمثل منجز ولا تمثل مكرمة قياس للتخصيصات والموازنات التي خصصت للحكومات السابقة الحكومات الاتحادية والحكومات البحلية إذن هذه التخصيصات إن شاء الله المحافظات لديها رؤية وخطة واضحة رح نطلع عليها مع وزارة التخطيط هذه الخطة يجب أن تكون وفق أولويات البردامج الحكومي وأولوياتنا واضحة وخصوصا ما يتعلق بالجانب الخدمي إكمال البنى التحتية لا نريد لأي قضاء أو ناحية أو مدينة أو محلة تفتقر إلى الخدمات الأساسية من المعيب علينا كسلطة تنفيذية ودولة أنه المواطني يصور لفيديو لحالة سلبية تتعلق بخدمات أساسية كمياه الصرف الصحي أو توفر مياه الصالحة للشرب أو مدرسة لائقة أو سكن لائق أو خدمات بلدية أو مركز صحي هذا يفترض نتجاوزها مثل ما ذكرت هذا استحقاق لأبناء شعبنا الذين تحملوا هذه المعاناة طيلة السنوات الماضية لا نريد أن نروح المشاريع لا تترك أثر على مشاكل المواطنين كواني العزاء هذه التخصيصات أجت في ضرف مهم أننا حتى نصحح مسار عمل حكوماتنا ووزاراتنا بالاتجاه الذي يخدم المواطنين هناك تحدي أمام السادة المحافظين أنهم مقبلون على انتخابات والأغلب هو الآن يعد العدة للدخول وهذا حق طبيعي نتبنى لهم التوفيق إن شاء الله في هذه الانتخابات هذا التحدي يتبثل في التنافس السياسي لكل العناوين السياسية المحترمة والمستقلين هنا سوف يكون اختبار أمام المحافظ بدءا من التعامل مع الجميع كمسؤول تنفيذي في تمكين هذه الجهات السياسية المستقلين من ممارسة العملية الانتخابية بشكل آمن وسهل والاختبار الأهم في التعاطي مع الصلاحيات والموازنة والتخصيصات المالية بالاتجاه الذي يخدم المحافظة أبناء المحافظة الرؤية العلمية للقطاعات المختلفة مو للبردامج الانتخابي للسيد المحافظ في أن يوجه التخصيصات في هذا القضاء أو هذه الناحية وفق ولاءات أو جمهور أو أولويات لجمهور ممكن يعطي الأصوات لا وإحنا عندنا خطة وعندنا مؤشرات ومعايير على أساسه تبنى خطة اختيار المشاريع الخدمية الكل راح يتابع ويراقب هذا المسؤول التنفيذي السيد المحافظ في محافظته وكيف تعاطيه واستخدامه لهذه الصلاحية خصوصا في ظل عدم وجود مجلس محافظة الذي يصادق على المشاريع أيضا للحكومة راح تتابع خطة المحافظة وتتأكد أن هذه التخصيصات تصرف في الأماكن الصحية أنا ذكرت في الجلسة لمجلس الوزراء قلت أنه في الوقت الذي ينتظر الشعب هذه التخصيصات وما تترك من أثر إيجابي على أوضاح المعيشية والخدمية هناك من يتربص بهذه التخصيصات للاستفادة منها لأغراض شخصية حزبية نفعية مهمتنا كناس متصدين مؤتمنين على هذه الأمانة على هذه المسؤولية على هذه الأموال أن نتأكد من صرفها في أماكنها الصحيحة وفق إجراءات واضحة وشفافة وأن نستخدم الصلاحيات الممنوحة أنه بكل حرص وتفاني على المال العام ونقطع الطريق على كل ضعاف النفوس من الموظفين أو خارج الموظفين الذين سيحاولون بشتى الطرق الالتفاف والدخول على هذه المشاريع واستثماره محافظ هو المسؤول ماكو شيء اسمه والله هذا المدير وذاك تأثير الجهة السياسية أو الجهة الاجتماعية محافظة المسؤول التنفيذي الأول في المحافظة هو المعني ووراء تقف حكومة جاهزة وحاضرة في أي وقت تسنده والدعمه باتجاه تحقيق هذا الهدف في الحفاظ على المال فأتمنى على أخواني الأعزاء السادة المحافظين أن يكونوا على هبة الاستعداد للحفاظ على المال العام في هذه الموازنة التي يتوقع الكثير منها أن تنعكس بشكل إيجابي على مجمل الحياة المواطنية ترجمة نانسي قنقر